الوضع في السودان ينذر ببداية الانزلاق إلى هاوية لن تبقي وطنا ولا ثورة هي كلمات رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في سياق تحذيره من مآلات الوضع السياسي والأمني في البلاد فالخطر محدق باستقرار السودان ووحدتها يؤكد حمدوك تحذيرات رئيس وزراء السودان جاءت قبيل انطلاق التظاهرات الشعبية المطالبة بتحقيق الحكم المدني الكامل في مؤسسات الدولة الذي خرجت من أجله ثورة السودان قبل ثلاث سنوات ورغم توقيع نحو خمسين كتلة سياسية وتجمعا مدنيا في الخرطوم على إعلان ميثاق سياسي داعم للاتفاق الأخير بين حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي ينادي بالدولة المدنية والتحول الديمقراطي وخلق كتلة سياسية واجتماعية كبيرة لاستكمال الفترة الانتقالية إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها الاتفاق عادة إياه محاولة لشرعنة الانقلاب ومؤكدة أنه لا بديل عن مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق هدف الثورة الأساسي الاتفاق الموقع بين حمدوك والبرهان في 21 من تشرين الماضي أقب انقلاب الجيش الأخير وحله الحكومة وباقي الأحزاب المدنية لم يساهم في وقف المد الثوري اليومي حتى اليوم إذ استمرت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في غالبية المدن السودانية حيث ما زالت ثقة الجماهير بالمؤسسة العسكرية ضعيفة واليوم يتظاهر آلاف السودانيين قرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم استذكارا لثورتهم وللتأكيد على مطلبهم الأوحد دولة مدنية ويقول مراقبون إن الحراك الثوري يختلف عن حراك ما قبل سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير حيث بات الشارع أكثر تنظيما بوجود لجان المقاومة التي طورت آلياتها في تنظيم الحراك شعبيا وسياسيا كما استفادت اللجان من الروابط الإنسانية التي نشأت خلال السنوات الماضية أضف إلى ذلك زيادة وعي الشباب بأهمية التغيير المدني بعيدا عن لغة السلاح